اهلا بكم من جديد السوشيال ميديا دلوقتي بقى فيها ملايين الناس اللي بيقدموا محتوى في منهم بيقدم محتوى مميز وفي منهم بيقدم محتوى نقدر نقول عليه كده دون المستوى الفكرة بقى انه تقريبا اغلب المحتوى اللي على السوشيال ميديا بقى شبه بعض يا فن يا رياضة يا سياسة يا اقتصاد لكن ضفنا النهاردة بيقدم محتوى مختلف تماما مميز جدا مفيد جدا جدا نقدر دقول كده انه لقى بتزيل لمسكة الموبايل اللي بقيت مملة جدا قرر انه يقدم محتوى عن ايه الالغاز وازاي نحلها او كمان ايه هي انواعها ضفنا اللي بنوارنا النهاردة هو صنع المحتوى احمد المليجي ده لغز اسمه كاست لوب من الشركة اليابانية هاناياما الهدف ان احنا نفكك القطع عن بعض بعدين نركبهم تاني اول حاجة احصا لما فتحت اللغز من العلبة هو انه مكانش راكب على بعضه للاخر كان بس الحتة دي وقلت يمكن اتفك وهو بيتشحن وبعدين قلت عشان افك وكل النا ما حاجه ان انا اعملهم اعلفوا بالطريقة دي وبالفعل خرج بسهولة وعشان اركبه تاني عملت عكس الحركة بدأت الفوا اهها وفهمت ايه؟ هل ترككة في اللغز كله هم عملين كده عمدا عشان يضل لوق مهما حاولت بأي زاوية من هنا عمرها ما هتيجي مش هتركب خالص وبعد شوية تفكير قلت إيه اللي يحصل طيب لو بدأت من البداية ولفيت لورا بالعكس ولقيتها تحل اللغز مش أصعب حاجة بالسموريح للأعصاب خاصة التكة بتاعت المغناطيس اللي فقود زاكي يا أحمد الحمد لله زاكي يا بسانت شكرا لك على استضافتي ومبسوط ان انا معيك هنا النار تلك احنا بنشكرك على وجودك معنا وحبينا نتعرف عليك انت بقى في البداية مين أحمد المليجي دارس إيه بيحب إيه؟ أنا أصلا خارج هندسة بالأخص Electrical and Biomedical Engineering هندسة كهرباء وهندسة طبية وخلال الخامس سنين أو ست سنين اللي فاتوا تخصصت أكتر في ريادة الأعمال وكنت شغال على مشروع خاص بي ومؤخرا برضو لقيت أن أنا أكتر حاجة بحبها هي Product Management أو أن أنا إزاي أخذ الفكرة وأعمل منها منتج وسواءه وبشتغل مع شركات كتير في المجال ده حلوة أو يتعمل منتج وتسواءه من المنتجات دي الألغاز اللي أنت بتعملها إيه اللي خلاك تبص للألغاز أو تعمل ألغاز؟ هو الألغاز هو الموضوع أصلا بدأ أن أنا كان عندي هواية أن أنا أحب أتجيب الحاجة الفيزيكل اللي هي برى الحاجة الديجيطال بعيدا عن التلفونات أو الكمبيوتر عامة زي اللاجو والألغاز ودي كانت حاجة أنا أحب أن ألعب بيها لأنني شفت المحتوى ده أصلا بتعمل برى خارج العالم العربي عامة وتشدت لي جدا فبدأت أن أنا أجمع الغاز مرة وراء الثانية وليقيت أن أنا حابب أن أدخل في مجال صناعة المحتوى في الاتجاه ده دراستك للهندسة كانت هي اللي دافع ليك أن أنت تحب هذا النوع من الألعاب عامة أنك هي محتاجة فكر كثير محتاجة أنك تبقى كده دماغك صافية وأنت بتحل اللغز فهل كان لها سبب؟ أظن من نسبة كبيرة أنا لم أفكر فيها كده بس هو الهندسة في العادي بتعلمنا كيف نأخذ المشاكل الكبيرة ونصغرها لحد ما نلاقي أجزاء صغيرة نقدر نحلها وده يمكن أكتر حاجة شدين للألغاز وهو أسلوب التفكير قريب منها أن أنت تأخذي مشكلة كبيرة وتحاولي تجزئيها لحد ما توصلي للألغاز اللي بيحب أنه هذا مثلا بيعمل منه هو صغير أوي فأنت صغير كنت بتحب تعمل ده يعني عارف الكيوبس اللي بتحلها الحاجات مثل الروبيكس كيوبس والليجو والتركيب أو الحاجات الصعبة التي كنت بحبها جدا وحتى لما بدأت ألعب حاجات ديجيتال أو فيديو جيمز أكتر كنت دايماً بحب الألعاب اللي فيها صعوبة فيها الغاز أو حاجة محتاجة تتحل فيمكن هو ده اللي شدني لها من سنة زائر كم؟ يعني تقريباً من ونا في يمكن عندي ستة أو سبع سنين لما كنت بلعب من أين ما بلعب أطاري الحاجات التي كنت على الفوزل دي كنت أكتر حاجة بتشديني بتجيب الحاجات دي منين؟ يعني ما عرفش يمكن عندنا في مصر متوفر شوية الليجوز الكيوبس الحاجات دي لكن انت بتحب حاجات فيها متل كمان فتجيبها منين؟ هي الألغاز أصلاً هي عنم كبير أصلاً يعني هو يمكن فعلاً كما انت قلت مش متوفرة بكترة قوي هنا في مصر بس فيه شركات أصلاً بتتخصص في صناعة الألغاز للناس الكبيرة مش بس للأطفال يعني في الطبيعي الكيوبس أو الليجو الحاجات دي بتبقى مخصصة للصغيرين بس الألغاز دي بتبقى للناس الأكبر شوية بحيث أنها يبقى فيه نوع من أنواع التفكير فلقيت الشركات دي موجودة بكترة برا وأنا حالياً أصلاً يعني ما بين نصر وبرا فعشان كده قدرت أن أنا أقدر أجيب الألغاز دي بسهولة وبدأت صناعة المحتوى من الطريقة طيب أنا لو ما عنديش الرفاهينا أنا يمكن أسافر أجيب الحاجات دي أجيبها منين هنا؟ هو هنا حالياً يعني إما طريقة نية تتحاولي تتواصلي مع الشركات اللي بتصنع الحاجات دي وأنا قادر الإمكان ده من لما بنزل الفيديوهات دي بحاول أن أنا أقول إيه الشركات دي بحيث أن هما يوصلوها هنا أنا أصلاً بدأت أحاول أن أدور على حل لها حالياً هنا في مصر بأن أنا أحاول أشوف لو فيه إمكانية نصنع حاجات دي هنا في مصر الله هيبقى حلوة قوي إن شاء الله بإذنها طيب أنت اشرح لنا أكتر عن الألغاز وأنواعها يعني أنا شفت معي كده ماتلز حاجات بالماتل حاجات مختلفة شوية ممكن أنا معرفتي بيه عن البوزل اللي هي الحاجات اللي بتتركب اللاجوز الحاجات دي المكعبات أنت عارف مثلاً لو فيه أنواع مختلفة اشرح لنا أكتر آه هي الغاز عمتلاً ما تتقسم لأكتر من فئة فيه مثلاً الفئل هي الماتل زي الحاجات اللي هنوريها نهاردة إن شاء الله فيه اللاكس اللي هي تبقى زي قفل مثلاً بيديك مفتاح بتحول أن تفتحيه فيه حاجات بتبقى وودن معمولة من الخشب وفيه فكرة عارفة فكرة الاسكيب روم مثلاً بتيجي أن انت بتحول تخير تستطيع أقول لك آه آه فيه حاجات كده بتبقى زي كأنك معاكي اسكيب روم في إيدك مصغرة بتبقى عمولة من الخشب بمعظم الوقت بتحول أن انت تحلي اللغز ده وتفتحي الصندوق كله ده تريك بوكس أو بوزل بوكس الهدف أن انت تحل اللغز بتاع الصندوق ده عشان تعرف تفتحه أول حاجة هتلاحظوها لو قلبتوا الصندوق هي أن الحتة اللي تحت دي بتتحرك حاجة بسيطة قوي ومعاها برضو القطعة اللي في الجنب دي بتتحرك حاجة بسيطة جداً وعشان نعرف نفتح الصندوق هنيجي على الأرضية بتاعته ونحركها على الشمال قد ما نقدر وبعدين هنيجي ونرخبطينه من تحت جامد قوي وساعتها هنلاقي إن إحنا نقدر نحرك الأرضية أكتر بكتير ساعتها هتقدروا تنزلوا الحتة اللي في الجنب دي تحت وساعتها برضو نقدر نقل ببقى الصندوق ونرفع الحتة اللي فوق دي نطلعها برا خالص وبكده نكون فتحنا الصندوق والسبب إن إحنا جامد في الأول خالص هو إن فيه هنا مغناطيس في الحتة دي بيكون لازق في الأرضية بتاعت الصندوق نفسه فعشان كده لما بنخبطه المغناطيس ده بيطلع الفوق في حاجة أنت كمين بتصنعها مش كده؟ حالياً لا بس بدأت أنا أول حاجة أول خط وخدتها إن أنا خلال الفترة اللي أعتها مؤخراً في مصر يعني إن أنا بحاول إن أنا أبدأ أصنع لعبة جديدة هتبقى حاجة في الأول هتبقى بورد جيم بيست مش هيبقى فيها متل أو كده بحيث إنها تبقى سهلة في التصنيع هنا وتست الماركت بيها وبدأت بالفعل إن إحنا خلاص إن إحنا دقتي من نتعقد إن شاء الله بإذننا إن إحنا نصنعها طيب إنت شرحت لنا أنواع الألغاز وعرف يمكن الألغاز دي من حاجات لطيفة قوي للأطفال كمان إن هما يلعبوا بيها خصوصاً دلوقتي إن الأهالي كلها بتبقى متضاياً إن الأطفال 24 ساعة في سنة صغيرة قوي مسكين الموبايلات وهم بيدوهم الموبايلز بتاعتهم عشان خاطر الأطفال ينشغلوا بيها فإيه الأنواع المناسبة للأطفال عشان يلعبوا بيها من غير ما تبقى يمكن كبيرة على سنهم أو يزهقوا منها؟ هو الألغاز يعني أحلى حاجة في الألغاز لها بيبقى تصنيف صعوبة الليفل بتاعها يعني هو فيه زي ستاندرد عالمي كده بيستخدموه اللي هو بيبتدي من من ليفل 5 لليفل 10 فالخمسة ده يعتبر اللي هو أسهل حاجة اللي هي بتبقى أنسب حاجة للأطفال خاصةً لو لسه في البداية وبتبقى معمولة برضو من ماتيريال كيد فريند لي متبقاش حاجة يعني يتعوارهم من قدر الله أو حاجة زي كده لما الأطب أو الأم يحاولوا يشتروا لغز يشاهدوا حاجة تبقى في الليفل اللي هو بها حاجة أقل شوية ولو حاجة أصعب ما الليفل بتات لأطفال؟ الليفل يعني يبتدي من خمسة خمسة أو ستة ودايما كل لغز بيبقى يوردوا عليه الألغاز بالتعداد ما بين خمسة أو ستة ده هو بداية الخزن من الغاز يبتدوا بيها وبعد كده لما يلاقوا أن الموضوع والله سهل معاهم وبدأوا أنهم يتعودوا عليها يطلعوا بقى الليفل 7، 8، 10 مكمل معاهم هذه أنا أجابها مبارا. حسنا. إشرح لنا أكثر. معنا اثنين دلوقتي. إشرحنا كل واحدة فيهم. ما تفعله؟ كيف تتفكي؟ أكيد. ده لغز اسمه كانست ستار. الفكرة اللغوة دي نجمة أو ستار. وبنحاول نخرجها من الأفز ده. طبعاً تبان في الأول لأنها سهلة. بس هي في الحقيقة متعبة. حتى لو أعطي تبصي عليها من كذا اتجاه. هتلاقي أنه. أنا جربتها وهي صعبة قوي. لا أردتش عملها. فالفكرة أننا نحاول نطلع دي وندخلها مكانها تاني. وده لغز تاني من شركة يابانية بتتخصص في صناعة المتل بوزلز زي دي. الفكرة أننا نحاول نفك القطعتين دول عن بعض. بعدين نركيبهم تاني بنفس الشكل في المكان ده. طبعاً دي مش كيدز فرندلي. يعني مفاشل أطفال تلع. ده أفل صعب شوية. ده أفل متقدم. ده تعتبر من الألغازل اللي هي صعبة. يمكن أعلى مستوى عندهم. حللنا واحدة منهم. حللنا الستار دي. حسناً. في الألغازل أول حاجة أفعلها. دائماً أروح أمسك اللغز كله. وأرى إذا كان هناك تريك في البوكس نفسه. أو في الصندوق اللي جواه. الأيتام اللي نحاول نخرجه. ونلاقي بالفعل أنه هناك فتحة أوسع من باقي الفتحات بتاع الأفز كله. أول ما نلاقيها نبتدي نحرك منها. يعني تقريباً نحن كده هو دي كانت أصعب حاجة في اللغز. فهي صعبة اللغز كله في أنه نعرف الفتحة فينا. أول ما بلاقيها بجيب. يعني أنت الفتحة تزيل مفروض أن هي أكبر من الباقي. حاجة بسيطة يعني. حتى لو عادتي ببص عليها يمكن ما تبقى. بالعين المجردة بتبقى صعبة. يعني أنا الدمام بحول أقسها بأيدي. فلقيت أن الحتة دي هي الأوسع من الباقيين. أوكي. وأول ما بلاقيها كل ما أنا بعمله بعدها أن أنا بجيب الستار دي. بعدين بلفها مع عكس عقارب الساعة كده. تبدأ تطلع معي شوية. بعدين في الآخر خالص. الله. بلفها في الجمعية. أهي. تطلع معي في عكس عقارب الساعة. الله. حلوة. قوي قوي أنه طبعاً يعني حاولت قبل أن أبتدي حاولت أجرب فيها ما عرفتش خالص. فروفوالي كعب. هي محتاجة شوية طول بالي يعني. لا. ومحتاجة فعلاً زي ما أنت قلت أنا كنتش عارفة التريك فين. يعني أنه تلاقي تفتحها منين أكتر أو فين الجيت يعني اللي مسحتها أكبر شوية. هي دي فعلاً تريك. طيب. أريد أتكلم معيك عن رحلتك في السوشيال ميديا. أول حاجة قررت أنك تاخد السوشيال ميديا كبلاتفورم لك. أنك تعرض فيها. خليني أقول التالنت بتاعتك أو موهبتك في أنك تحل الألغاز. أو أنك دي حاجة بتحبها. إيه اللي خليك تلجأ للسوشيال ميديا. وإزاي ابتدأ يبقى عندك فالوورز. وإحنا عارفين أن يمكن الناس بتتجه أكتر للحاجات اللي فيها. يمكن فن أو رياضة. فإن هما يبقوا فالوورز عندك ويشوفوا الألغاز والحاجات دي. إزاي قدرت تأتراكت أو أنك تجذب المشاهدين لك أو يعني الناس اللي على السوشيال ميديا. هو الموضوع أصلاً موضوع الكاميرا والسوشيال ميديا عملاً ده بدأ بطريقة غريبة شوية. كنت أنا شغالة على شركة ناشئة لها. وكنا كنا ندخلين في المسابقة. وفي المسابقة كنا مفرود أن نعمل فيديو تصويري لنا. نتكلم عن فكرة الشركة. كانت أول مرة في حياتي أمس الكاميرا. كانت أول مرة أعرف يعني منتجها أصلاً والصفتور ده. ولكن سحبت الموضوع جداً. فبعد ما عملت وخلصت وقلت لها أنا عايز أكمل أن أعمل الموضوع ده كنوع من أنواع الهوبي يعني. وبالفعل بدأت أن أصور أنواع فيديوها كثير. كنت بشوف حاجات أيه الدارج في السوشيال ميديا. مثلاً كانت دايلي فلوجز. بعدين قررت أن أشوف حاجة تبقى لي أنا كأحمد المنيجي تبقى مختلفة شوية. أنا يعني مجالي مش فن. أنا واحد جاي من مجال الهندسة فقلت أيه الحاجات التي أنا في حياتي اليومية بحب أعملها. ما هي الحاجات التي أقدر أن أعمل عنها صناعات محتوى. وبالفعل بدأت في موضوع الألغاز. جربت فيديو وراء أثنين تجدت أن الموضوع شد ناس كثير جداً. وبدأت أن أعمل على ستوري تالينج إزاي أحكي القصة. أخلي الموضوع شايخ بالنسبة للمتفرج إنه يبقى متشد لحد أخر الفيديو عشان يعرف اللغز بيتحلل إزاي. وبس يعني داستيز هستوري زي ما بيقول إن أنا كملت بقى على الموضوع ده. ومؤخراً يعني الحمد لله بقى أجي مشاهدات كثيرة جداً على الألغاز دي. وبقى هو دا المحتوى اللي أنا معروف بيه لدرجة إنه في ناس كمان بدأت بدأت تدخل في المجال ده. دا لغز مستوى أربعة من خمسة. يعني لغز صعب. والهدف إن انت تاخد القطع اللي شكلها غريب دي وتبني بيها هرم. أول حاجة عملتها أسمت القطع كلها لثلاث مجموعات على حسب الشكل بتاعها. أول حاجة لقيت إن القطعتين دول ماشيين تمام مع بعض. وبعدين جيت على الناحية دي ولقيت إن القطعة الوحيدة اللي ممكن تركب في الركن ده هي القطعة اللي شكلها غريب دي هنا. بعد كده لقيت إن القطعة اللي كانت في مجموعة الوحدة دي تركب هنا بالطريقة دي. بعد كده جبت القطعة اللي بالشكل ده وليقيتها ممكن تدخل هنا. وجبت اللي زيها بس على أقصر وليقيتها ممكن تدخل في الركن ده. ومع إنه في المرحلة دي كنت فضلي بس أربع قطع اللي إن الحتة اللي تركب هنا دي خدت مني يمكن أكتر وقت. بعد ما قعدت أجرب كذا حاجة كده لقيت أن القطعة دي هي الوحيدة اللي ممكن تدخل هنا بالشكل ده وبالفعل لقيت أن القطعة دي ممكن تركب هنا بالطريقة دي وأن القطعة دي ممكن تركب كده وأخيراً نقدر نركب القطعة اللي بتركب فوق خالص بالشكل ده وبكده نكون بينينا الهرم حالو، السن اللي بيتابعك من كام لكام؟ أكيد أنت عارف معظم الفولورز بتوعي اتداء من سن 16 فما فوق يعني من 16 ل 25 تقريباً ده أكتر إيج رينج بيتابعني إنت إيه البلاتفورم اللي انت مهتم بيها أكتر؟ يوتيوب، إنستجرام، فيسبوك؟ يوتيوب هي النومبر وون بالنسبالي هي دي أكتر حاجة أنا مهتم بيها بعديها تيك توك وبعديها إنستجرام حلو، أو يمتابعين اللي عندك بيتفعلوا أكتر معك على إيه؟ على يوتيوب، هو دي أكتر منصة تقريباً عندي عليها خلي بلك يوتيوب الأصعب يوتيوب الأصعب، هذا الغريب في الموضوع للناس يعني عندما تبدأ تحاول تبتدي بشيء مثل إنستجرام أو كده أنا للعكس، أنا حاولت تبتدي بيوتيوب لأنني حسيت أنه هو يعني كبلاتفورم لستوري تالينج وإستمرارية هي اليوتيوب أحسن حاجة، فهذا كده ركزت عليها والحمد لله هذه فعلاً الحاجة اللي معظم المتابعين بتوعي عليها وهي هذه اللي بيجع عليها إنجيجمت أعلى المحتوى اللي الناس مهتمائي بيه أكتر معاك إنك تحل الألغاز ولا إنك تعرض الألغاز دي وتقول الرحلة بتاعتك تتعاملة إزاي يعني حكي لنا أكتر والله الاثنين هي بدأت إن أنا كنت بعرض الألغاز بس يعني حتى في معظم فيديوات في الأول ما كنتش بطلع أنا كشخصي كأحمد أنا كنت بس بطلع بوري طاب داون شوت للغز هو بيتحل وما كنتش بطلع أنا وبعد ما لقيت إنه الموضوع بيشد الناس بتسأل يعني على الأسعار بيجيبهم إزاي طريقة التفكير عملة إزاي فيها بدأت أطلع بالتدريج أنا أكتر وبوري دلوقتي رحلة لواحد لو عايز يعمل لعبة زي دي أو عايز يعمل لعبة فيها استراتيجية يعمل إزاي فكل يوم بنزل زي عمل مع نفسي تشالنج كده يوميا بنزل فيديو إنه رحلتي لصناعة اللعبة دي هنا في مصر شكلها بعمل إزاي والناس مجدودة جداً لها بتلاقي وقت تمنين يعني أنت بتقول أنت دلوقتي عندك البودكت بتاعتك وبتسوأ لها والحاجات زي كلها ومنها كمان كل يوم لازم تعمل فيديو وأنك تلاقي يمكن أصعب حاجة عند صاحب المحتوى أو صانع المحتوى إنه يلاقي محتوى لأنه الأفكار كثيرة لكن وقت تنفذها أو تطبيقها وصعاد ممكن تنسى ممكن فبتلاقي إزاي وقت الكل ده دي حقيقة أنا أول ما بدأت كنت بعتمد بنسبة كبيرة على الموتوفيشن إنه أنا حاسس يوميها بقي الإنيرجي بتاعتي عالية أو هعمل فيديو وممكن أعملي اثنين تلاتة مثلاً وأيام ما عمانش حاجة خالصة وممكن نعدي علي أسابيع فلقيت إنه أنسب حاجة أنه يبقى فيه نوع من أنواع الاستمرارية والكينسيسنسي إنه أنا حط النفسي جدول أريد أن أعمل فيديو ومش أريد أن أعمل فيديو يجب أن أعمله يوميها فده سهل علي الموضوع شوية إنه هو بقى روتين ما بقاش سؤال بسأله لنفسي هل هصور فيديو النهاردة أو لأ بقى لازم النهاردة خلاص أنا عارف إنه هصور وده كان ساعات ببقى ده أصعب سؤال يعني هالبداية دي أصلاً كانت بتبقى بالنسبة لي أصعب خطوة فلما بدأت إنه أخذ الموضوع ككينسيسنسي وحط النفسي جدول إنه أنا أواظب ما بين شغلي الطبيعي اللي هو برى السوشيال ميديا وخصص وقت إنه هعمل فيه الفيديو لما باجي أبدأ أصور حتى لو ما عنديش فكرة لحد وقت التصوير أول ما أبدأ أشغل الكاميرا وبدأ أصور عطوة بجيلي الفكرة فالموضوع كينسيسنسي ده خلاني حطيت نفسي في مود إن أنا قدر دائماً أن أنا أصنع محتوى بسهولة ممكن دي أصعب حاجة لأي حد عايز يبتدي مشروع لي أي إن كان المشروع دي حتى لو كان يروح جيم مثلاً لو كان المشروع إن أنا أزبط حاجة فيها وروح الجيم للكونسيسنسي دي أو الاستمرارية دي أهم حاجة طيب أنت عملت تحدي على السوشيال ميديا وهو إنك تسيب السوشيال ميديا لمدة 30 يوم ده أكيد أثر عليك على الفولوورز على الحاجات دي كلها إيه سبب التحدي اللي خليك تعمل ده وخرجت منه بإيه يعني الحاجة اللي أنت قلت منها أنا أو رجعت كلمت بيها المتابعين ليك وقلت لهم أنا خرقت بالإكسبرينز دي أو التجربة دي بيها هو اللي خلاني بدأت ده من الأول إن أنا أصلاً حسيت إن أنا جات فترة عليها كنت بدأت أدخل في دوامة إن أنا بعمل محتوى لمجرد صناعة المحتوى حتى لو هو مش أحمد أوي أو مش بيعكسني أو إن أنا بدور على أي حاجة تريند مثلاً أو كده وكده 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 وكانت أخذها وقت كثير جداً من تفكيري يعني فقررت أن أنا هعمل 30 يوم سوشيال ميديا دي تاكس بالكامل ما استضمش أي بلاتفورم وكنت عارف طبعاً إن هو هيبقى فيها تأثير سلبي على الفولوورز وكده بس قلت يمكن هيبقى فيه إيجابية على طريقة التفكير بتاعتي بعد كده وبالفعل أول أسبوع كان صعب جداً حسيت نفسي إنها كده بعمسك التلفون وهجي أفتح مثلاً أحوالي أفتح فيسبوك أو إنستجرام وفتكر أنهم مش عندي أصلاً وبعد كده بدأت أتعود اتماين هو يعني هو فعلاً هو فعلاً أنت تفتحي فعلاً من غير ما تفكر فبعد فترة يعني بعد أسبوع حوالي لقيت بأن أنا مش بفتح يوتيوب ولا إنستجرام ولا عندي النيد الفضائع أنا عمل كده وبقى عندي وقت وكلاريتي في التفكير أكتر ساعات كانت بتسبب لي ملل في الأول إن هو أعمل ليه بالوقت الزيادة ده بس بعدين بدأت أتعلم إزاي أستغل لوقتي ده أحسن إنها أتقلم أقرأ كتاب أخرجت ماشى بره شوية قبل صحابي فخرجت بيها إن هو مش هبعد كل البعد الكامل عن السوشال ميديا لأن أنا برضو عايز أستمر في صناعة المحتوى بس يبقى فيه لما تسابع عارف إمتى أخذ بريكس حتى لو قصيرة دلوقتي مثلاً حاطل لنفسي جدول إن أنا في الويك أنز يوم الحد بالذات بحاول إننا قدر الإمكان مفتحش السوشال ميديا خالص أوكي طيب أنا عايزة أعرف بقى أسعار الغاز دي كامل لأنه في ناس ممكن لو دلوقتي يتفرج علينا حابة أن هي تبتدي تشتري لولادها الغاز عشان طبعاً أنت عارف اللي يمكن الرعب من فكرة الموبايلات في إيد أطفال فحابين أنه يعملوا زي ريبليسمنت أو يبدلوا ده بحاجة تانية الأطفال كمان يكونوا حابين يمسكوها ويلعبوا بيها أسعارها عاملة إزاي؟ حاجة زي مثلاً الغاز اللي معنا هنا النهاردة بتتراوح ما فيش حاجة أقل تقريباً من 15 دولار تبتدي في الرينج بتاع 15 دولار وبتعلي كل ما حجم اللغز بيبقى أكبر أو أصعب وكل ما فيه مقونات أو مقونات أكتر بالزبط فهي كبداية يعني بنتكلم في الرينج 15-20 دولار تقريباً القطعة الوحدة وممكن تعلي بقى فيه توصل لأرقام فلكية ساعات في شركات أصلاً بتتخصص أنها تصنع مثلاً صندوق واحد مثلاً كل سنة وده عشان تجيبها مثلاً بيبقى 50 ألف دولار مثلاً أو كده فالموضوع عكري جيداً من نجد ونجد ونحن نخلينا في الحاجات الصغيرة فهي يعني حوالي 15 أو 20 دولار تقريباً اللغز الوحدة طيب أنا إزاي أحبب إبني في اللعبة؟ يعني إزاي حال أحبب إبني أو إزاي؟ أنا عارفة إن يمكن أنت شوية السؤال ده يبقى لو أنت ما جربتش ده مع أطفال صغيرين أو حاجة لكن إنت أكيد فاهم أكثر في الألغاز والحاجات زي أنه إزاي أبدل فكرة الموبايل باللغز للطفل؟ هو موضوع السوشيال ميديا أو الموبايل؟ أو على فكرة أول حد كبير يعني لو أنا واحدة كبيرة معي موبايلي وكمان عايز أعمل دي توكس زي ما أنت عملته عايز أبدله بحاجة مفيدة؟ سؤال حلو هو عمتاً يعني اللي بيخلينا بنشد أول التلفونات اللي هو إن أنا لما بقعد على التلفون بمبسط إنه حاجة أشوفها فمخي بمبسط أريد أن أكرر الموضوع ده في الألغاز الموضوع بيحتاج شوية وقت عبال ما بنوصل للدوبامين هدي اللي هو لما بتحل اللغز فأنسب حاجة يعني لو أنا مكان الناس اللي بتحاول تحبب أبنائها في اللعبة إن أنا أجيب لغز ما يكونش صعب يكون اللغز بتاعه شوية في شوية صعوبة لكن برضو يعني أحاول المستوى يبقى مثلاً خمسة أو ستة بحيث إنه ما مبقاش صعب قوي كبداية وأحله معاه بحيث إنه هو يشوف ردة الفعل علي أنا برضو والناس اللي شغال عليه عملا إزاي ويعني وأنت عمتاً لو جبت حاجات جديدة أي لغز جديد بغض النظر بعد أنت هتبقى في لفل تاني خالص بتاخد وقت قدي تقريباً في حاله؟ على حسب يعني دلوقتي الليفل 9 أو 10 دلوقتي يعني أول ما بدأت كان بيأخذ مني حوالي خمس ساعات دلوقتي في حدود ساعة تقريباً يعني هو بالفعل بالبراكتس أو بالتمدين ممكن يقلي كثير أكيد طبعاً لأن أنت بتدقي ساعة 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 تبقى تفكري بطريقة مختلفة شوية أنت بتبقى عارفة التركات التي تتيجي فيها بيساعدك على التفكير النقد فده بيبقى حاجة أنت تتعلمي على تفكير النقد يا عمتاً حالياً أنا عندي هاوز بالموضوع عندي تقريباً يعني بجيب من 15 إلى 20 لغز في الشهر بقى عندي حيطة كاملة الغاز فيه طبعاً الغاز بتبقى صعبة لو لغز صعب قوي قاعد معي أكتر يعني حاول أخذ أكتر من يوم بأسيبه وأحاول أحل حاجة تانية بحيث أن أنا أدخل في مود أو أرجع المود أن أنا بعرف أحل الغاز ده وأحاول أرجع لها تاني بعدين لو وقفت معي خالص ودي حصلت مرة أو مرتين معايا قبل كده بكلم الشركة لأنه هو الشركة معظم الشركات ما بيجيبش معاها الحل بتاع اللغز فاتصلت بيهم وقلت لهم يدوني بس يعني كهنت أو أبتدي من فين وعرفت أحلها بعدين طب حال واقوي أديني بقى ذي كده أدرب أنا أحلها يلا طب الفكرة أن أنت معاك القطعتين دول وعايزة تفكيكيهم عن بعض بعدين تحاولي ترجعيهم تاني في نفسي خلي بس أفكها الأول وكان شوف أردها أنا أمت هيقلي أننا محتاجين نشوف حتة تبقى هي أنا هنوض الحلقة كلها هنحاول نفكها بالسعيد يعني مش مشكلة معاك هي محتاجة قوة طيب بدنية؟ لا خلص هي بتبقى معمولة يعني معمولة بدقة عالية جدا لحيث أن أنت تحركها بسهولة خلص بس لازم تحطيها في المكان الصحي طيب تمام سكت حلقة طيب تمام في الغازل زي دي اللي بيبقى فيها أكتر من قطعة بتتحرك دائما بحاول بحاول أن أنا يعني أثبت قطعة في مكان واحد أنا أنا بيدي شوية بحاول أن أثبت قطعة واحدة وحرك التانية حواليها بحيث أن أسهل على نفسي الموضوع فأول حاجة أوكي بقى أنت لازم تثبت واحدة والتانية اللي بتحرك بالضبط بحيث أنها عشان ما توهش منها فأنا هسبت الناحية دي وبعدين مش بحتاجة أي قواية بالسعات بتحتاج أن انتي تبقى عارفة بالضبط الانجل بتاعتها تبقى جاية ازاي هنزلها هنا درجة واحدة شفتي بقى الحركة دي بنلفها كده وساعتها أقدر أبدل من الأولى أوكي بقت انفينيتي كده للتانية كده بالضط وبعدين لما التانية بدية تشبك بروح من رجعها تاني لا إله إلا الله ده أنا مرحتش التانية حتى واللوظة أهو معقد شوية بلفه وارجعه تاني ونزله من هنا لحد ما نزله للآخر خالص هنا وبعدين بشألبه كده أوكي طغط منك وبعدين لما برجي أرجعه هنا هي دي آخر حتة كده تصيرها كلها مفيدة وكلها حلوة جدا لكن الإبداع شوية انك تلاقي حاجة مش كل الناس عاملينها وتبدع فيها وتبقى كويس قوي فيها بنشكرك يا أحمد على وجودك معينا النهاردة كل الشكر ليك ومتمنى لك التوفيق في اللي جاي وإن شاء الله نجاح أكتر وأكتر في كل حاجة وانه تبتدي بقى خلاص انه الفترة الجاية تبقى انت بتعمل الغاز بتاعتك انت وبنشتريهاش من بره تبقى صونعه في مصر وانت اللي عملها بإذن الله تعالى شكرا لك يا أحمد شكرا لك يا أحمد برسي لك وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة بنشكركم على حسن المتابعة نشوف حضراتكم إن شاء الله في الحلقة الجاية والأسبوع الجاي من ترانز